انا هنا في لندن لما بدي اروح على محل واطلب حلويات بطلب واحدة من تنتين ياما تشيز كيك ياما ترميسو وحتى كل الناس هنا لما روحوا عم طاعم ويقروا المينو تبع الحلويات ميفهموش ولا اشي منو بس يشوفوا كلمة ترميسو بطلبوها لانو بيعرفوها يعني لهالدرجة مشهورة ولهالدرجة مطلوبة ولكن حتى في لندن مش كل المحلات بعملوها صح وانا نادرا ما اكلت في مطعم وكانت مصبوطة 100% عملت مبارح في الليل عشان راجع معلوماتي واليوم بدي حسن فيها شوية وهعطيكو الاشي الفاخر على الاخر رجزوا مية عشان الوصفة بسيطة جدا بس بدها تركيز اول اشي بدي صفار خمس بيضات الميادة بدي استعملوا في وصفة تانية بنستفيد منو مش هنكبو وبيدي عليهم نصف كاسة سكر في الوصفة الاصلية بحطو لغاية كوب كامل بس انا ما حبيتها في اغلب الوصفات اللي جربتها كانت حلوة كتير وبنخفيف سكر وبنحركهم وباخدهم على النار على النار هنا عندي مية بتغلي تقريبا بده يكون حجم الطنجرة على قد الجزاز وبعمله حمام مية ساخن وبضل احرك لغاية ما تعطيني لون اصفر فاتح بس تعطيني هذا اللون وهذا القوام ويبدأ يطلع منها بخار بطف النار مش لازم تغلي وبعدين بحطه على جنب تبرد شوية وهالجيت بدي مسكربونة واحدة اوتين تان ممكن جبنة كريمية من نوع تاني ولكن ما يكونش فيها اي ملح بدنا نخفف الجبن الكريمية باشي ايش هو الاشي الطريقة التقليدية خالص مية في المية قبل مية سنة بيحطوا رم اللي هو اشي نوع من انواع الكحول بكوز اتاليانز لايك الكحول انا يتينك اولسو بكوز اتشايز سمو بدا النوتس و دي كوفي يعني فيه تشابه كبير بين هذا المشروب الرم تبعهم وبين القهوة هذا السبب الاول السبب التاني اللي بدنخففها شوية فخليني انا احط عليها شوية حليب نص كاسة و شوية فانيلا انو هيك هيك بدنا فانيلا اصلا وبخربطها بيدي صحن اكبر لغاية ما اوصل لهاي النعومة وهجيت بعد ما البيض والسكر شوية بردو بنزلهم عليهم يا سلام ولا في اسهل من هيك وبقلبهم على بعض شوفوا لي هالمنظر ما احلى يا سلام وبحط عجنب وهلجيت بدي دبل كريم او ويبين كريم او دريم ويب او ايش ما بيسموه ولكن لازم يكون بارد قدر الامكان فبحطوه في الدلاجة ساعة او ساعتين قبل ما تستعملو او بجيبه من محل بارد جاهز او بحطوه في الفريزر 10 دقائق على السريع وبجيب الطاصة الاجزاز وبينقوله انزل الله معك حطوه في الفريزر 10 دقائق شوفو صار ايس كريم وبنضرب ممتاز هاد القوام انو هاد الدلدولة ما توقع وهلجيت بنزل الاولاني على التاني شغل احترافي بس في المنزل بشويش بقلبهم زي هيك اللي هي هادي هاجت بننغمسها في الجهوة ايش نوع الجهوة شوفو في الاصل بدنا اسبرسو ممكن في المكينة تبعت الكابسولات الصغيرة هاي ممكن في المكينة البروفيشنال هاي الاحترافية اذا ما عندكم ولا واحدة منها دول اشتروهم المحلات روح على المحل الجهو قوله بدي اسبرسو بس خليه يعطيك 4-5 ممكن جهوة بالفلتر زي هيك بس ما تحطوا جهوة عربية ولا تركية بالهيل والكلام هذا لا ما تحطوش بزبطش اخر حل عندي هو هادي القهوة الفورية انا عندي مكينتين اسبرسو فحضرتلي هيك اكمن فنجان بكفه دول ما انا من عشاق القهوة انا باعشق القهوة تعالي يا قهوة هلقيت برضو الايطاليين بحطوا على القهوة هادي رم مش عارف يجزتهم معا بس بقولوا ان روحتوا حلوة فبدنا نحط في القهوة نصف فنجان خل او ملعقة كبيرة بس وهيك القهوة صارت جاهزة بدنا نجيب البايريكس والان حان وقتو الهندسة ملعقة واحدة كبيرة بأفردها هاي الليدي فينجرز او اصابع الست بتلاقوها في المحلات ورخيصة كتير هادي جت ركزوا معا كيبنا نغمسها في القهوة لانه هاي بتشرب السوائل بسرعة بدنا نعمل هيك واحدة تنتين هيك سارت جاهزة بس تعملوش كتر من هيك وبنصفها واحدة تنتين هيك سارت جاهزة تحطوش كتر من هيك مية في المية وهلجيت بنعمل طبجة من الكريمة وبنوزعها ولا فيه احلى واسهل من هيك يا سلام وبنكمل لما تحط البسكوتة ما تضغطو عليها تركوها توجع لوحدها بدون ضغط وهلجيت طبجة تانية من الكريمة الله يا سلام تطلع معكو افضل من 90% من الترميسو اللي موجود في لندن وهلجيت للأسف لازم نحط في الثلاجة ست ساعات على الأقل عشان تمسك حابا يبنى اللزم والآن صار خمس ساعات تكفي بدنا نروح على البيت حابا يبنى اللزم او بيه الحركة الخطيرة والمكون النهائي اللي بيعطيها طعم فخيم جدا شوكولاتة باودر اللي هو الكاكاوي يعني اعطى شوية هنا وبنغرجها يا سلام نغطي اللوط الأبيض كله بالسكينة بشوية زي هيك تاني بتكون أسهل قبل شوية عملت واحدة مدورة لأنه زاد عندي كريمة منظرها طلع فخم جدا بشوية تعالي تعالي بتجلقيش معلش اه بيه اه بيه شوكولي هالمنظر ماء أحلى اجعد هنا نتفهم معك بعدين لازم تكون طرية طرية طراوة ما ببالغ لو قلتلكوا هادي أصبط وصفة بحياتي عملتها يا الله على طعم الجهوة ماء أحلى يا إلهي لحظة انتصار هاي أزكى تراميسوب باكلوا في حياتي حتى في المطاعم اللي قلت عنها انه كان زاكي والله العظيم انه أزكى منها شوفوا اللي الطباجات كيف الكريمة البسكوتة كيف دايبة طعم الجهوة الشوكولاتة أنا مبسوط كتير 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 هاي مستعد أكلها كل يوم جم فلجان الجهوة بدل فلجان الجهوة لأنه الأكلت هاي فيها فلجان الجهوة لا 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 مش هعرف هنام الليلة لازم أوقف يا جماعة الخير شجعوني أوقف